من خلال خبرتها الدولية في مجال الأزياء توجهت المصممة أمري الغامدي إلى قطاع تصنيع وأيضا تنفيذ وبيع المنسوجات والأزياء بمواصفات عالمية ولكن مطابقة للاشتراطات المحلية حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر طبعا هذه الفكرة التي تحولت من فكرة لشخص ملهم إلى مشروع كبير عموما نرحب بضيفتنا في الستيديو أمل الغامدي مصممة أزياء أهلا وسهلا فيك نورتين اليوم يا أمل أهلا حياكم الله ما شاء الله جاي وجايبا معك قطاع حلوة ونشوف فعلا هي بمواصفات عالمية لكن في البداية أبداك تكلمينا عن البراند الخاص بك تحت اسم VCC نحن شركة نسيج وسوار للأزياء الراقية اليوم حب أنا أخصكم بشيء هو الأول مرة في مجال الأزياء أنه ينذكر على القنوات السعودية وينذكر أصلا داخل المملكة اللي هو خط براندات الأزياء في خط الجملة نحن تعودنا أنه الجملة يعني محصورة على نوع معين من التجار داخل البلد وما تكون كأصحاب تخصص وهذا الشيء طبيعي يأثر على أنه ممكن تسمعوا دائما ونحن نقول السوق ما فيه شيء ما فيه بضاعة متنوعة لأنه مش براندات مختصة بالجملة يمكن تكون فرنشايز أو تكون بوتيكات صغيرة يعني من خلال خبرتنا خارج المملكة خاصة حكم إقامتي في تركيا فترة طويلة حبيت أنه ليه ما ننقل هذه الخبرة والتجار الصحيحة في مجال البراندات للمملكة والحمد لله نجحنا خاصة مع التغييرات والتطورات اللي قاعدة تصير داخل المملكة الحمد لله ما أنك ذكرت فئة أو يعني كلمة الجملة وقلت أنه إحنا مختصين نحن نبيع بالجملة ومنسوجات وكذا نبيك تفصلين أكثر من الفئة المستهدفة لشركة VCC شركة نسيج وسوار هي عبارة عن مجموعة من البراندات خط التجزئة وخط الجملة اليوم أنا حابة أحكي خط الجملة زي ما ذكرت لأنه أول مرة يذكر كديزاينر أنه ماسك خط جملة داخل المملكة نحن نستهدف جميع الفئات اللي لها علاقة تصنع براند ممكن تتوجه لنا من الألف إلى الياء سواء كان باللوغو سواء كان بالتصاميم يعني تصممون لهم على حسب طلبهم على حسب طلبهم وبسعر الجملة على أساس هم يبدون والله حلوة على الفترة بسعر الجملة هذه الطريقة اللي نسميه الخط التجاري هو عالميا في جميع المدن الصناعية موجود يعني في كل الدول بدون استثناء هو موجود إحنا داخل السعودية مش موجود للأسف مش موجود لأنه كان حكر على فئة معينة والآن مع بعض الترتيبات اللي صارت بعد ظهور وزارة الثقافة وكيف طوروا هيئة الأزياء في جهود مرة كبيرة للتنظيم ساعدنا أنه إحنا نطرح هذا التخصص وللأمانة كثير سعيدة ومبسوطة من جميع الفئات اللي بتتوجه لنا في هذا المجال يعني الحين صارت تصنيع هنا صارت مصانعكم موجودة هنا حاليا مصانعنا خارج المملكة حاطين في الخطة إن شاء الله نتخل المصانع يعني على قدام شوي أنه إحنا نقول لكن عشان نلحق عجلة التنمية وما يكون عندنا تعطيل مكاتبنا اللي في داخل السعودية التيم كله سعودي ونشتغل بالتقنية الحديثة يعني كله عن طريق الكمبيوتر ما فيه ولا شيء يعني عيني وبنرسله دايركت على المصانع خارج المملكة وبيتنفذ وبيوصل الطلب خلال أقل من شهر بعد ممتاز جميل يعني وبالعكس يعني أنت كذا قاعدة تدعمين حتى الشباب والبنات واللي قاعدين نشوف قاعدين يدخلون هذا البزنس وبقوة يعني نجوف برندات هودز كثيرة ما شاء الله الآن كلها سعودية برندات عبايات برندات حتى الكاجول صير برندات سعودية وبرندات سعودية يعني بمقاييس عالمية زي ما ذكرنا في بداية الحديث وإحنا نستهدف الشباب والبنات خاصة اللي هو يعملوا برندات ويعملوا بكميات صغيرة أنا لأني في يوم الأيام عانيت صراحة فبعد يعني اضطريت أنه أسافر وأخذ الخبرة أكثر ونشتغل فحبيت أنه ليش ما نساعد معروف عندنا داخل المملكة مجال الإبداع لا حدود له صراحة من الشباب ومن البنات لكن تظل الإحترافية بحكم أننا ليس بلد صناعي فتظل الإحترافية ليس موجودة يظل أنه عشان الواحد يصنع البرة يأخذ وسيط في وسيط في وسيط فيطلع السعر مرة عالي فحنا حاولنا نختصر هذه كلها والحمد لله لا بس الحمد لله أنا على موضوع الآن الصناعة يعني قاعدة تطور أكيد السعودية وأصبحنا يعني نصنع لكن يمكن المنسوجات هذا الشيء أو الملابس يمكن شيء مختلف أو خلنوا قول جزئية مختلفة لكن الأشياء الثانية صرنا نعتمد على أنفسنا في أشياء كثير احنا هذا اللي حاب نوصله المجلة الاكتفاء الذاتي مية بالمية أنا أتكلم في مجال الملابس فليش قلنا أنه الآن مع جهود كثيرة في هيئة الأزياء وفي وزارة الصناعة في المجال الصناعي فإحنا ننتظر الفرصة اللي تخلينا نخلاص ما بقي إلا نكون هنا نكون هنا يكون هنا طيب الحين طيب أنا خليني أنا بتكلم بلسان شخص مهتم في هذا المجال الآن أنا كذا عندي فكرة وعندي راس مال أبو أبدأ مشروع براند كيف أتواصل معكم يعني هل أنتوا تصممون لي ولا أنا أصمم وأعطيكم أنتوا التنفيذ يعني أبو أعرف التفاصيل هذه ونجاوب على أسئلة الناس اللي مهتمة في هذا المجال شوفي هو في خطين في هذا المجال جزئين في جزء أنه أنت يكون معاك التصميم جاهز وتبغي مننا التنفيذ وفي جزء ثاني يقول لا أنا أبغى تصاميمكم أنتوا التنفيذ وكل شيء يكون من عندكم كل الخيارات موجودة لكن اللي يهمنا اللي هي الجودة يهمنا إثراء السوق بتصاميم وتنوعة بخامات تكون جودتها عالية يعني مثلاً لو أعطيكم بعض الخامات اللي موجودة يعني مثلاً زي الفرو هذا نوع من أقمشة الفرو إحنا متعاملين مع أهم المصانع في الشرق الأوسط كله ينتج إنتاج خاص فينا وباسم الشركة كمان فيه أنواع ثانية يعني تقدرين كمان تسوي لك خط في الأقمشة خاص فيك يعني عندكم المسوجات بمتيريا مختلفة صحيح لكم تصنيعكم الخاص بالإضافة إلى ذلك عندكم مصممين عندنا حتى الغرافة كلهم سعوديين كلهم سعوديين كلهم سعوديين ممتاز طيب يعني لو تورينا أكثر العينات اللي جبتيها وتكلمينا عنها بالتفصيل من فضلك يعني مثلا أنا أوريك هذه كانت أحد أحد الأشياء المطلوبة نطلب مننا بالطريقة هذه اللي هو أرحى شوي أيدك وبالألوان تمام أنت تقدري تيجي تختاري الألوان اللي أنت تبغينها وتشوفي من حقك البروفاير يكون جاهز وينطبع بالطريقة اللي أنت تبغينها طبعا فيه كليكشن الصيف في كليكشن الشتاء إحنا كتيم الحمد لله بنواكب إيش في الموضة العالمية توصلنا السيديهات بدري حتى قبل ما توصل هنا عشان نكون إحنا جاهزين إنه إحنا نكون متعاونين إنه نقدر نقدم شيء للي يبغي يزورنا ويستقصدنا كمان حابين نشوف من بعض القطع اللي تسمحين لأسي الأمل بوريكم بعض الشغلات هي يعني حاولنا نجيب إيش في أكثر شيء ترند حاليا أوكي فمثلا اللي هو الهودي الهودي كانت هذه الخامة بثلا بالتطريز للصيف فتنطلب مواصفات معينة هي تتصمم عن طريقة تقنية وبعدين نرسلها للمصنع بس قبل ما نرسل المصنع يكون أنت موافقة على الكلكشن خلاص جاهز يعني أنتوا في البداية عفوا لما بعد ما نختاروا ترسلوا بروفايل كامل هل ممكن ترسلوا عينة حتى ممكن أشوفها على الأرض الواقع كيف الماتيريال كيف المكشة كيف الألوان صحيح في المكتب تأخذ موعد وأكيد لازم تشوفي كل العينات لازم تشوفي كيف البروفايل ما نقدر نصنع حاجة أنت أصلا موافقة عليها إحنا نتحمل مسئولية الجودة نتحمل مسئولية الوقت نتحمل مسئولية التنفيذ وهذا الشيء يعني عن شغف وعن حب أكيد أكيد وهذا يعني مجال أنا أشوف مجال الأزياء زي مجال الأكل أو مجال الطعام لأنه أذواق وشيء يعني ماهو سهل ولازم أنه أنت تكون لازم يكون أصحاب تخصص ولازم الواحد يكون أصحاب تخصص نصيحك أم اليوم لكل الأشخاص اللي يشاهدوننا وحبين أنهم يدخلون هذا المجال هي مو نصيحة قدما هي زي ما تقولوا معلومة نتبادلها دائما أنا حابة أنه أي أحد يحب يدخل هذا المجال لازم يثقف نفسه أول الشيء الثاني كمصممين كدزاينر لا يستعجلوا أقل شي خمس سنوات في السوق أنه يأخذ خبرة في هذا المجال ويتعاون مع مكاتب مع دور أزياء بالنسبة لنا إحنا شركة نسيج وسوار عندنا الهدف الأول يخلانا ننتقل مكاتبنا من خارج المملكة لداخل المملكة إحنا دائما نقول إحنا الأولى من غيرنا كسعودييين أنه إحنا نثري البلد وإنه نتعاون إحنا جاهزين نتعاون مع أي ديزاينر مع أي عميل في جميع المجالات إن شاء الله كمان بتنقولوا مصانعكم مو بس مكاتبكم إن شاء الله هذا حذب إن شاء الله إن شاء الله ورح نشوفكم إن شاء الله على أرض الواقع مصممة الأزياء أمل غامد إحنا نشكرك ونشكر تواجدك اليوم معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا سعيدة فيكم يعانوا سعيدة مشاهدينا فاصل قصير وراجعين بعد الفاصل قول راية ما هي ردة فعلك لو شخص قال لك بطلع من حياتك